لازم يكون فيه بديل للبخاري الديني بديل للمنهج مش للبخاري الديني بديل للمنهج نعم أنا أرى بأن هذه المناهج التي وضعها العلماء هي الدين عماية المدرسة السالسة أنا مش هعترف فيهم ولذلك سيادتك المدرسة أنا قلت أن هناك مدرستان مدرسة جامدة ومدرسة منفرتة تماما طب هنا دي مدرسة محافظة ومش بس محافظة بل وجامدة وممسكة في تلبيب النص وتلبيب لا مش هي ممسكة بتلبيب فهم النص فهم النص نعم لا تحديدا وفهم خاص ده الأضاء ده الأضاء وأخرى متفلتة تماما لا تريد شيئا تفلتت تماما نعم فهم النص وتفلتت من النص نفس وهو النص نفس نعم المدرسة السالسة نحن نريد بقى المدرسة السالسة التي عليها مصر التي عليها المدارس العلمية المعتبرة والتي ورسناها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سياق هذه المدرسة وما طبيعة هذه المدرسة التي نتبناها ماذا تقول هزير بن رسول والد الثاني حالي؟ هذه المدرسة تقول بأن هذا التراث وهذه الفهم التي تركها العلماء السابقون هي معتبرة من وجهة نظرنا تبين لنا القاعدة تبين لنا الأصل تبين لنا الضبط تبين لنا المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه وتقول لنا في وضوح تام بأن كل ما علجنا به واقعنا في زمان ما أو في مكان ما فلابد أن يفهم في سياق ذلك الزمان وفي سياق ذلك المكان وفي سياق الأحوال التي أتى فيها الحكم وفي سياق الأشخاص الذين كانت لهم الفتوى أو القضاء لا تقف طويلا أمام هذه المسائل المتفرقة وأمام هذه التفريعات وأمام هذه الفتاوى التي كانت في زمان لكن النص الذي نزل ولا تاريخ له وهو مستوعب لكل الزمان والمكان هذا هو الذي يهمكم تعاملوا معه مع هذا النص بالمنهج الذي نحن ارتضيناه هذا المنهج يقوم على أولا أن هذا النص جاء لمصلحة الإنسان ونفع المفاسد عنه ثانيا أن هذا النص الشريف مستوعب للزمان والمكان ثالثا عليكم أن تدريكوا ذلك وأن تتعاملوا مع هذا النص بمنهجية محددة هذه المنهجية هي أولا استعانة لابد من معرفة اللغة التي نزل بها النص الشريف لابد من التثبت من النص الشريف لابد من التعلم أولا وتكوين العقل العلمي يعني لا يجوز لإنسان لم يتعلم ولم يجلس أمام شيخ يعلمه لعلم الشرع ويعبله القواعد وأصول الفقه واللغة العربية والبلاغة والمنطق وغير ذلك وبعدين نره أنه يتصادر ويقول أنا أفهم النص الشرعي في سياق معين أو في إطار معين بلا شك أن الفهم هنا سيكون مختلا فهناك ضوابط لهذه المدرسة فهي تقبل من الفهم السابق المنهج بكامله وهي تقبل من الفهم السابق عليها هذه الخبرة المتوارسة من العلم الشرعي المناهج التي تكون العقل وهي تقبل من الزمن السابق ما لم يتغير ولم يطرع عليه تغيير ولذلك سيادتك لما نأتي إلى وربما يعني نستفيد في هذا في منهج حتى لار الإفتاء بحد ذاته سنلحظ المكونات الإفتائية في مثلا في فتاوى الشيخ محمد المهدي العباسي التي تمثل في طبع در الإفتاء المصري عشرين مجلد عشرين مجلد بتناول قضايا عديدة في المجتمع النصري وفي المجتمع العالمي لأن الأسئلة التي كانت تأتيه لم تكن قاصرة على مصر فقط بنلحظ أمر عجيب جدا أن هذا الشيخ شيخ محمد المهدي العباسي وليه الخبرة الإفتائية التي كانت له وورثها عن آبائه وعن أجداده من العلماء الأكامر في مصر أنه عنده عقلا يدرك الواقع الذي يعيش فيه ويعطي الأحكام التي تتسق مع هذا الواقع والذي فاهمه هو فهماً دقيقاً ومحيطاً بكل أبعاد هذا الواقع ومع ذلك لما تقرأ في الفتاوى مع رصانتها ومع لقتها ومع التزامها بالمنهج العلمي فإنك تجد أن كثيراً من الفتاوى عندما تريد أن تسحبه إلى واقعنا المعاصر لا تجد له محلة إنما تجد بأن هذه الفتاوى صادرت لزمن ولحالة خاصة كانت في زمن الإمام محمد المهدي أو مفتد ديار المصرية في ذلك الوقت الشيخ محمد المهدي العباسي ولما تأتي إلى الشيخ حسون النواوي وتقارن فتاوى بفتاوى ما انقل له بالشيخ العباسي الذي ظل خمسين سنة وهو في إفتاء الديار المصرية بتجد بأن الشيخ الفتاوى مختلفة لماذا اختلفتم؟ لتغير الزمان هناك أسباب لذلك ولذلك علينا التبصر نأتي من السابق بالمنهج الذي تبناه ونترك فتاوى التي تغير فيها الزمان وتغير فيها المكان وتغير فيها الحال وتغير فيها الشخص نتركها جانبا ونقول له يعني كتر خيرك أنت علشت قضايا زمانك معالجة دقيقة ورصينة لكن زماننا وأشخاصنا وأحوالنا وبيئتنا وأسباب متعددة جدا هذه اختلفت تماما عن هذا الواقع الذي سبق عزيزي ترجمة نانسي قنقر